ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في ظل ظروف الاستثنائية الراهنة والتي خصصت في البداية للصفوف من الثالث الاعدادي إلى الثالث الثانوي إلا أن نتائجها المثمرة شجعت الوزارة على تعميمها لتشمل بقية الصفوف مطلع العهم الدراسي الجاري مشيرا إلى أن الحصص المقدمة ضمن هذه الفصول يتم حفظها تلقائيا في التطبيق التابع لها ويمكن الرجوع إليها من قبل الطالب وولي الأمر في أي وقت كما أن عدد الحصص المقدمة مركزيا خلال الفصل الأول قد بلغه 3104 حصص طبعا نحن اليوم في أول يوم من الفصل الدراسي الثاني على أتم الاستعداد لاستقبال جميع المعلمات معلمات مركز البث فريق الدعم متواجد من الصباح الباكر تم تجهيز الجدول بشكل مسبق تم تجهيز الأجهزة ماشينا على الخطة اللي مشينا عليها في الفصل الأول الحمد لله رب العالمين وكان عندنا كفاءة وتميز في بث الفوصول الافتراضية من مركز خوله طبعا نحن كمركز بث مركزي للفصول الافتراضية استعديننا في بداية الأمر من خلال طبعا عداد جدولة فيها مرشح أسماء المعلمات المتميزات منهم راح يكون في البث اللي هو كمعلم أساسي ومنهم راح يكون معلم دعم يتابع استجابات الطالبات في الحال طبعا في أثناء الحصة وأكد الوزير أن الوزارة قد وفرت إلى جانب الفصول الافتراضية العديد من الوسائل التعليمية المتنوعة الأخرى لتكون الخدمة التعليمية في متناول جميع الأبناء الطلبة بمختلف ظروفهم وقدراتهم واحتياجاتهم والتي تشمل البوابة التعليمية بما تضمهم من دروس وأنشطة وإثراءات وحلقات نقاش والتي تجاوز عدد زياراتها خلال الفصل الدراسي الأول 37 مليون زيارة إضافة إلى الحصص المتلفزة عبر قناة البحرين الفضائية والتي تم تنفيذ 800 حصة منها مع بثها عبر 14 قناة يوتيوب تشمل جميع الصفوف الدراسية إلى جانب التعليم الفني والمهني والتربية الخاصة وقال الوزير أن الوزارة قد خصصت دروساً رقمية للطلبة من فئات التربية الخاصة ليتم رفعها على البوابة التعليمية وقناة اليوتيوب مع متابعة الطلبة من الفئات المختلفة عبر قنوات تواصل عن بعد وخاصة ذوي اضطراب التوحد وذوي الإعاقة الذهنية ومتلازمة داون سواء عن طريق الهاتف وتطبيق الواتساب أو عبر تطبيق كلاس دوجو الذي يمكن من خلاله تعزيز استجابات الطلبة وتمكين أولياء أمورهم من رفع صور ومقاطع فيديو لتعلم أبنائهم ومتابعة ذلك مع المعلم الذي يمكنه تقديم دروس فردية مصورة من خلال التطبيق نفسه تم البث على التوالي مرحلة للمرة الثالثة دروس المركزية للطلبة من المستوى الصف الثالث اعدادي إلى الصف الثالث ثانوي حيث يقوم الفريق بإضافة المجموعات المختلفة ويتم متابعة الدروس أسوة بالدروس الأفتراضية التي تبث بالمدارس على المراحل المختلفة طبعا نقوم بمتابعة المعلمين وتابعة الطلبة والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم التقني مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني تستمر وزارة التربية والتعليم بتقديم كافة الخدمات التعليمية لضمان استمار عملية التعلم وذلك من خلال خدمات المقدمة عبر البوابة التعليمية والفصول الافتراضية بالإضافة إلى تقديم كافة نوع الدعم التقني لكافة المستخدمين من خلال قنوات الدعم التقني التي وفرتها وزارة التربية والتعليم وضف الوزير أن المدارس قد أعدت جداول دراسية واضحة للفصل الدراسي الثاني تبين الزمن المخصص للحصص الدراسية والوسائل المطبقة خلالها مع تكثيف التواصل والدعم والمتابعة من قبل المدارس مع الطلبة وأولياء أمورهم لتذليل كافة العقبات التي قد تعترضهم بما يسهم في سلاسة العمليات التعليمية